بكل تركيزه ينصت الشاب النجفي كرار لهاتفه النقال لتلقي واجباته المدرسية فلم يمنع فقدانه للبصر من التمييز في دراسته بعد أن حقق الإعفاء الدراسي العام والترتيب الأول في مرحلته متفوقا على أقرانه المبصرين فضلا عن قيامه بأعمال تطوعية أخرى طالب خامس إعدادي في إعدادية سيد الألام ولله الحمد في هذه السنة حصلنا على الإعفاء العام معدل لا يقل عن التسعين وبالأضافة إلى ذلك أنا ناشط مدني يدرسه يتخصص لأحد الأساتي إذا يقعد يمي على الرحلة يقرأ للأسئلة وأنا حسب الأسئلة أنطي الجواب منذ الولادتي لم تبصر عينها كرار على نور إلا أن بصيرته قادته للتفرد والإبداء والد كرار الذي يتولى رعاية ابنه لم يبخل عنه بشيء بعد أن هيئ مستلزمات نجاح كرار في ظل ما اشتكى منه أيضا من قلة الاهتمام لشريحة المكفوفين والمعاقين بصورة عامة قد اثنين مكفوفين يعني آليت على نفسي أن أخليهم أدمجهم بالمجتمع أخليهم حالهم حال المبصرين شغلات بعد أكثر بالنسبة لدوائر الدولة طرق مثلا مخصصة أو نوافذ بدوائر الدولة لهم مخصصة بالمراجعات تسهيل معاملاتهم كرار حقيقة هو مثال للعزيمة والإرادة أوصل رسائل عدة رغم إعاقته بأنه لا يوجد شيء مستحيل قد حقق نجاح باهر وفيه رسائل عديدة أمور مهمة مثل مستوى الراتب الضئيل جدا جدا الذي لا يلبط محاتهم خاصة وهم أن المعاق يحتاج إلى أطباء خاصين يحتاج إلى علاج خاص يحتاج إلى تعامل خاص إلى حركة خاصة إلى نقل خاص يعني ما يختلف عن باقي الشرائح وبحسب تعليمات وزارتي التربية والتعليم العالي لا يحق لفاقدية البصر من الدراسة في التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية إلا أن طموح كرار لا تحده سقوف أو قيود حيث يعمل بإكمال دراسته الجامعية وممارسة حياته بشكل طبيعي من النجف محمد رزاق أتغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر